تصرحات بيتسو مسماني بعد المباراة الأهلي والصينامية كروباترا قال كان عندنا صعوبة في تسجيل الأهداف الفترة الماضية السهل ان احنا نقول الحقيقة باننا عندنا عجز تهديفي ولكن يجب علينا تحليل الأسباب يا ريت قال مباراة اليوم كانت نسخة من مباراة طلاع الجيش وقال الفرق بتدافع بقوة أمامنا يدافعون بست لعبين أمامنا وكمان أضاف انه خلقنا فرص كثيرة وسجلنا هدف اليوم خلقنا فرص كثيرة ولم نسجل باستثناء ضربة الجزاء لكن سنقوم بحل هذه المشاكل قال ان المباراة الماضية لم تكن مشكلة الأداء السلبي هي خلقنا للفرص وقال انا لا اهرب من المشكلة واعترف باننا لدينا مشكلة في تسجيل الأهداف قال ان الدوري لا يزال في الملعب واعلم اننا نخسر نقاط وانا كمدرم محترف واعلم اننا نخسر وقلت لكم من قبل يجب ان تسكوا في الفريق وقلت هذا قبل مباراة رجاء في المغرب ونجحنا في التأهل في النهاية وسجلنا داخل مصر وخارجها حلو حلو ان بيتسو مسماني النهاردة يعترف بالمشاكل وحلو ان بيتسو مسماني بيقول انه هيددرك هذه المشاكل وحيحل هذه المشاكل وده اللي كنت لسه بقوله حالا لحاول قبل ما اعرض تصريحات تصريحات دي لسه ايلها حالا دلوقتي في المؤتمر الصحفي مهم انت كمدرب انك تمسك المشاكل وتعالجها مهم جدا يا جماعة بصوا انا بتكلم على مشاجعين نادي الأهلي اللي بيحبوا فرقتهم وبيحبوا اي حد في فرقتهم مدرب لاعب ويدفع عنه في السراء والضراء ده مشجع الكورة بس ده ما بيعالجش اللي بيعالج ان انت تشاول وتقوله لا انت غلطان لا انت عندك مشكلة احنا بنحب فرقتنا وبنحب ندينا بس انت عندك مشكلة حلها لنا مش نقوله لا انت برابو عليك والأمور كويسة واحنا حتى لما منيج نخسر او مطشين او نتعادل ممكن يبقى ده بالحكم بس احنا ما عندناش مشكلة ده مش مظبوط ممكن وارد وارد ان الاهلي يعني لم يوفق الحكم في قرار تحكيمي لصالحه والعكس صحيح وارد ده يحصل في مبراية وممكن الاهلي يخسر نقاط بسبب التحكيم بس المهم انت بقى وانت تنتقد التحكيم ويبقى حقك ممكن يبقى حقك انك تشوف مشاكلك ما تفتكرش ان ان انت ما عندكش مشاكل عشان هو مجرد ضرب الجزاء ما تحسبتش او هدف ما تحسبش لأ ممكن يبقى عندك مشاكل حلها واتكلم كمان في نفس التوقيت عن اي مشاكل تحكيمية حقك بكل تأكيد